الله ولدني ثانية لكن كل زرع له ثمار ممكن بعد إذنك أسيس لأنه بنفس الإصحاح في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول في آية 23 مكتوب مولودين ثانية لا من زرع يفنى مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظاهر عشب العشب يبس وظهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها اللي قدتنا إلى الولادة الثانية يا سلام على هذا التفسير الحلو الرائع المسوق من الروح القدس هالأي اللي حكيتها أسيس بالحقيقة فيها غنى الله نعم مش أنقص جرام إنجاز التعبير لا من زرع فكلمة الله فكلمة الله لمن أقبله أنا بولت ثانية وهالكلمة تزرع فيي بالولادة الجديدة وأثمر لله بس بين قوسين آل العشب يبس نعم هيدا الإنسان نعم المولود من آدم بده يموت لكن اللي الزارع يلي بكلمة الله أنا أبقى إلى الأبد ليه لأني من كلمة الله يعني أنا لما نولدت قبلت الكلمة لما قبل ما أولد قبلت الكلمة ولما الكلمة يلي هي شخص الرب يسوع المسيح دخل لحياتي أنا أعيش إلى الأبد وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك نعم هاللويا اشتركوا في القناة